مرحبا احبابي اليوم بدي اعمل انا وياكن فطاير بسبانغ بعجينة كتير كتير عن جد بتعقد وكتير روعة لست البيت المستعجلي فجأة ايجاها الناس بدي تعمل فطاير بسبانغ بنا نعمل هول الفطاير بعجينة الخمس دقايق عجينة كتير سهلة وبسيطة وبتظلها طازة لتلاتة يام ما بتقسل عجينة ابدا كتير كتير عجينة طيبة وسهلة ورائعة شايفين روعة لنبلش الطريقة مع بعض بسم الله لدينا اول شي كوب حليب فاتر كمان بحط ملعتين طعم سكر ملعتين طعم خميري خلطون شوي مع بعض بحط نص كوب زيت نباتي ملعى صغيري ملاح ثلاثة اكواب ونص تحين بعجينة كوب زيت نباتي ثلاثة ونص حطى هنا ثلاثة اكواب ونص تحين بعجين مع بعض اكواب ونص تحين وملاح خلصنا العجيني ننشيلا نحطها بالجرط نغليفها بالنيل ونضعها في مكان دافي وتركها ترتاح خمس دقائق بعد ما حطينا العجيني لا ترتاح هلا بدي افرم انا وياكن السبانغ معنا مسكلو عنا مسكلو سبانغ كمان حبة بندورة 3 بصلات بهيدا الحجم البندورة اختياري اذا بكنوا تحطوها ام لا انتوا حسب ما بتحبو بس منصحكم حطوا حبة بندورة بهيدا الشكل بتطلع كتير كتير حيري فاطنك ها روعة هلا بقص البصل بهيدا الشكل شرائط من قطع البصل بعد عنا البندورة البندورة منعملها مكعبات صغيري بهيدا الحجم منحط الخلطة عندي عصير حمططن صغار نص ملعة صغيرة فلفل اسود الفلفل الاسود اختياري منحط سماء سماء كتير كتير طيب مع السبانغ حطت ثلاث معالي اصغار سماء نحنا وعم نخلط ونفصل البصل عن بعد بهيدا الشكل نحط ملح هلق منخلط الميح بعد ما خلطهم بدي حطهم بالمصبي هلا انا وعم بشتغل بالعجينة بينزل منهم الماي عشان ما تعجن عنا العجينة بس نطبخهم منصفيهم بهيدا الطريقة بحطهم عجنة بلا نبلش بالعجينة هيدا العجينة بعد ما ريحناها هلا بشيل النيلو عنا وننبلش بالتشكيل عم حمل فرن عدرجة حرارة ميتان وعشرين من الأعلى والأسفل حجم الفطيرة انتو بتتحكموا فيه ونحط حشوة ونسكرة ونضغط منيحة العجينة عشان ما تفتح عنها طلعنا الهوام اللي فطيرة برجع بكافية تسكير بحط عورقة الزبدة بعد ما حطيتهم عورقة الزبدة هلا بدخلهم عفرن حامي درجة حرارة ميتان وعشرين من الأعلى والأسفل هولي الفطيرة اللي عملتوا ان انا وياكن كل صونية بتاخد معنا سبعد ايق بالفرن اكيد حسب كل فرن ولاحظتوا شغلي معنا هوني عندي هيدا اللي فطيرة مثلا فتحت شوي من هوني بقيت محفظي عشكله شايفين بقي شكله كتير مرطة مرتب شفتو شكله كتير رائع بتمنى الطريقتكم نالت اعجابكم وتعملوا لايك وشير للفيديو والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي وان شاء الله بشوفكم بالفيديو هاتي الجاي باي باي حبيبي